وفي نفس الوقت طبعا عندما ولدت مريم الطفل يسوع لابد أنهم انتقلوا إلى بيت في كائنات فلكية اللي كانت بتتحرك أيضا في نجم كان بيتحرك لمدة زمنية طويلة ولتبع هذا النجم مجوس جاء من المشرق علماء حكماء الذين طبعا يخدمون في السلك أو في البلاط الملكي هؤلاء ضلعون متخصصون في علم الفلك والطب والحساب وأيضا يعرفون نبوات والكتابات العهد القديم أكيد نبوة دانيال ولربما ارمياء النبي دانيال أنه سكن في أرض فارس وسكن أيضا في أيام بابل فإذا كان عندهم إدراك وتابعوا هذا النجم فجاءوا إلى شعور شليم وسألوا هيرودوس الملك أين هو ملك المولود ملك اليهود أتينا لنسجد له هذا أثار غضب هيرودوس وطلب منهم أن يروحوا يبحثوا وسأل هيرودوس عن مكان الولادي اتحقق أنه فعلا يولد في بيت لحم لتتميم النبوة ولكن هيرودوس اشتشاط غضب عندما جاء المجوس وزاروا مريم يوسف والطفل يسوع وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا في رموز ملكي رموز الألم والنبوة والكهنة والنبوة من خلال هذه الهدايا لكنهم رجعوا بواسطة حلم من خلال ملاك رجعوا إلى أرضهم فهيرودوس النتيجة أنه قتل أطفال بيت لحم وتعتبر المجزرة أو المذبحة الأولى عند ولادة يسوع المسيح قتل أطفال كثيرون وكان بكاء وعويل اتنبأ عنها إرمياء النبي عن نوح وبكاء في الراما أي منطقة قريبة وشبه النساء كأنهم ذاهبات إلى أرض السبي هذه كل حدثت حول هذا الميلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر